إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أسهل كاكة هتشوفوه كاكة الخلاط بقى أقل حاجات بقى أقل خمات و هنعمل كاكة سهلة جدا يعني شوف لو عيلة في قلبة دا حتة هتخش تعملها يلا نشوف معناها دلوقتي دلت كبايتين ونص دقيقة ودي تلت تربع كباية زيت كباية سكر وكباية لمن ودي معلاءات تخلي تبقى محاسن للكاكة كده عشان ما هيبطش ودي ربع معلاءات ملح واربع بضوط وشوية بنالية وباك وبيكن بودر يلا بقى نشوف هنشتغل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم كله هنحط في الخلاط كله و هنشتغل على طول أسهل كاكة ان شاء الله هتشوفوه بسم الله الرحمن الرحيم دي كباية اللبن وعلى السكر موسيقى 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 عندنا تربع كباية زيت في بانيلية أهم حاجة الى بانيلية لعشان 민صفارба البيت معلاءات خ Lobar ده جزي تتانسل محاسن يجب أن نقوم بسائل أبيل هش 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 بعد فانه اضربنا الى الى الاخاتر نضرب المزقن اضرب المزقن اضرب المزقن كفانه مزقة والحيطة داخل والعين هنحط بقى كده كسبة من بودر. وزرة ملح. نقلبه مع بعضين. قلبه مخويس. ونحط بقى بالروحة كده ومشاهدة عمي. ادي دوة النخلاتها اتمراض. اهم حاجة دي كده اتنخلتها اتمراض. او اربعة كده مش مشكلة. عشان يبقى ايه كده هشها وحيدة. حبا بحبة كده بالروحة هنطلها احلى كاكة ان شاء الله. ان شاء الله اللي هو تقلل لنا. حاجة عصر العصر يعني. حاجة جميلة. اصلا لون هجميل وفتح بعصر. دي هتجربوا المقادرة دي هتشوفوها ان شاء الله هتطلعها احلى كاكة. ان شاء الله بإذن الله. نقلبها كده كويس جدا. لمعنى بقى ايه? الصينية ديت. مقادة ثمانية وعشرين. هندهنها زيت ونبطنها بشوية دقيقية. عشان ما تفزقش. ان شاء الله زوء احلى كيه. ان شاء الله بإذن الله. ديت بقى هندخلها على فرن متوسط الحرارة نص ساعة. ونتأكد انها استوت ازاي? نحط الخلة في وسط الصينية. لو تلقت الخلة نظيفة يبقى هي كده ايه استوت. لو تلقت لسا فيها ايه شوية بيبقى لسه ما استوتش. وهنحطها في فرن وبعدين رجعنا نشوفها مع بعضان. دي كيكة بتاعتنا اللي عملناها كيكة الخلط. وهشة جميلة جدا. اه. كيكة هشة جدا يعني. ما شاء الله لك هو تقيلة بالله. يالي تكون اللي يجربها وتقولوا ايه رأيكم? ترجمة نانسي قنقر